موسيقى مرحبا منحييكم عبر صوت لبنان بالصوت والصورة عبر الإزاعة على الموجات 100.3 100.5 وبصورة عبر VDL.me عبر الابليكيشن على السوشل ميديا عبر صفحاتنا Voice of Lebanon 100.5 انترفيو انطلق اليوم ومنه مثل كل يوم انترفيو سقافة بامتياز انترفيو بيحكي عن لبنان الحضارة عن لبنان الحلو عن لبنان اللي منحبه واللي منه مقدر من قبل الدولة ولكن في جهات خاصة ومنه رسمية بتظل تسعى لترفع اسم لبنان وشأن لبنان السقافي ضيفت اليوم قديبي وشاعرة وكاتبي السيدة سلوى الأمين موجودة معنا باستوديوهات صوت لبنان لنحكي عن تكريم الدكتور عماد الأمين من قبل ديوان أهل الألم وجمعية التوجه العلمي وذلك نظرا لخدماته اللي أديها للوطن ويا ما في ناس أدت خدمات للوطن وللأسف هجر الوطن قصرا إلى بلاد العالم والأمثل كتيري جمعية ديوان أهل القلم مشكور على أنه عم بيساهم بتخليد أسماءها المبدعين سيدي سلوى الأمين أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان أهلا فيك وبصوت لبنان اللي هالإزيعة بتعنيلي كتير أنا نحنا منتشرف أنك تكوني معنا اليوم خصوصا في عجقة أحداث أدبية وسقفية صحيح فردية أو مؤسسات أو ديوان أو جمعيات معينة بيشتوروا فيها والدولة للأسف غيبة عنها أدي بيحز بقلبكم هيدا الشيء؟ طبعا بيحز بقلبنا لأنه وجه لبنان الحضاري هو وجه ثقافي علمي بامتياز وما ننسى أنه اللي رفعوا شأن لبنان بالعالم كله هن الأدبة والمفكرين والعلماء العلماء بقصد اللي بيخترعوا إشياء يعني مثل شار العشي اللي نزل أول مركبة على سطح المريغ أنا اتفاجأت أنه لبناني من لبنان وجبناه كرمناه هون بديوان أهل القلم وكان حدث رهيب رهيب جدا يعني فالمهم أنه اليوم يعني الثقافي هي فعل أول شيء انتماء وتاني شيء فعل وطني بامتياز لأنه الإنسان المثقف ثقافي حقيقية ما فيه إلا ما يكون وطني وما فيه إلا ما يحب هذا الوطن ويتعلق فيه فمن هون إحنا منقول أنه مهما صار بوطننا بدنا نظل واقفين وبدنا نظل نشتغل ونعمل حتى نفرج الكل أنه الثقافي هي الأهم وهي المهمة بلوبنا أنت عم تقوليلي قبل شوية قبل الهوى الكبير أمين معلوف اللي ربحته فرنسا وخسره لبنان نعم 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 أمين معلوف ربحته فرنسا وخسره أنا بقول ما خسره لبنان أبدا لأنه أمين معلوف دايماً بيتردد على لبنان هو يقلي هالشيء أنا حاولت كرمه بديوان أهل القلم ومن شيخ أكتر من سبع سنين تلفن تلو وقته كان بجزيرة الإيل ديو بيكتب هو كان عم يكتب روايه ولما بيكتب روايه بينعزل يعني بينعزل عن الناس كله ما بيعود يتلقى لا اتصالات ولا شيء ولكن أنا وقته قدرت أوصله عن طريق رايبو اللي هو الدكتور نيف معلوف اللي كان مدير عام وزارة التربية وكان مدير عام الأسر الجمهوري وكان محافظ مدينة بيروت وهو معنا بمجلس الأمنا بديوان أهل القلم وأنا بفتخر فيه فطرحت الموضوع معه اللي أنا بوصلك فيه لأمين وهيك صار واتصلنا بمدامت وعطتنا التليفون وقالت له بدي تحكي معك دكتورة سلوى من قبل دكتور نيف وتم الاتصال تعرف بقيت ناقشو تلت ساعة عالتليفون عالتليفون أنا قل له بدي كرمك وهو يقلي بتعرف إنه خجول حسيته أنا على التليفون إنه خجول قال لي أنا ما بحب التكريمات وأنا لما بيجي على لبنان ما بحب حدا يعرف فيي بتعرف كان يقعد عند بقهوة شيبول لحاله عالجم ميزة عالجم ميزة أي فالمهم قلت له كراءك اللي هو نحق عليك وإنت أنت صرت شخصية ملك الكراء مش ملك نفسك فمش أنت اللي بتقرر نحنا اللي منقرر نحنا كراءك منقرر فبدنا نكرمك لجيت لجيت مايبن بس المرة بدي أرجع عيد الأدسار المرة ضروري وبنبنان ويزيب تكريم بين أبنان بدي عيد الأدسار على سيرة القهوة والجم ميزة والحمرة وقهوة الأزاز والقهوة بالحمرة اللي كانت موجودة هولي بشكله ذكرتنا وإن أنه راحت القهوة مع روحة الأدباء أو مع روحة الأدب من لبنان أو الأدباء والأدب راحوا سنة هالأهوة بالأدب والأدباء والمثقفين غريبة بلبنان صحيح الأدب ما راحوا والأدباء ما راحوا والشعراء ما راحوا وبعدهم لهلأ نحنا بعدنا متحركين بشكل يعني ليك بدي أقولك بالكورونا نعزلنا كلنا نعزلنا كلنا نعزلنا ولكن بعد الكورونا كلنا استعدنا نشاطنا وبتلاقي طواقيع الكتب رغم أنه الحالة المادية فيه معارض كتب كانت مرسلتها السنة الحالة المادية عسيرة عند الناس ومع هذا بتلاقي طواقيع الكتب قائمة والجمهور اللي بيحضرها مش معقول يعني أبدا بعدها مثل العادي فيه تواقية كتب فيه شراء كتب فيه كراءة كتب ايه فيه ليش لا ليش لا أنا يعني بتفاجأ وقت اللي بيقولوا أنه الكتاب راح زمنه لا ما راح زمنه الكتاب فيه أحلامي لا تمسكي هالورقة ايه يعني أنا بيقول لهم لما بمسك الكتاب بمسك الكتاب هيكي وبنقلوا معي لوين ما كان بنقلوا معي على تختي بالليل لما بقعد بقرة لوحدي بنقلوا معي على سيارتي لما بتوقف السيارة بعجئت السير بمسك الكتاب أنا بنقلوا معي لتحت الشجرة على وين ما كان بينما هايدي القالة الانترنت ما فيه ما فيه انقلها معي لوين ما كان فللكتاب يبقى يبقى الكتاب هو الرأسمال الوحيد اللي نحنا منتكله عليه بتكرموا ناس كبار وناس مهمين وغدبة وشعارة قدموا للبنان عصارة نتيجهم وفكرهم وحبهم وشغفهم بلبنان واخر المكرمين كان الدكتور عماد الأمين عماد الأمين نحنا اخترنا ليش اخترنا اول شي من خلاله نحنا كرمنا كل الموظفين الدولي اللي قدوا للبلاد خدمات جلة لأنه اليوم الإدارة اللبنانية الرسمية هي اللي وقفت البلد على إجريه والوطن بقي صامد بالحرب الأهلية لو الإدارة تنهار كان نهار البلد اليوم وطننا يشكو من انهيار الإدارة العامة الإدارة الرسمية يعني والسبب هي الحاجة المادية والحالية وعدم يعني السياسيين مش مهتمين أبدا لا 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 آخر همهم يأمنوا معاشات للموظفين وآخر همهم يتطلعوا بالإدارة وآخر همهم يتطلعوا بلبنان الوطن اللي عم ينهار ليش؟ لأنه نهارت الإدارة الرسمية فيه فاليوم نحنا فطلعنا نحنا لقينا بلدنا وصل لها المرحلة لأ لازم نحنا نبلش نبرز هالموظفين اللي قدوا هالخدمات المهمة ليكونوا نموذج لغيرهم من الموظفين في الوقت اللي الزعمة السياسيين الحزبيين الطائفيين حشوا الوزارات بزلمهم وبجماعاتهم يعني ما عدنا ما عد لمجلس الخدمة المدنية أي اعتبار نحنا كيف تعيننا بالدولة أنا بحياتي موقفت على بيب زعيم ليش بدي وقف على بيب الزعيم وأنا عندي كفاءتي رحت على مجلس خدمة قدم الطلب رحنا على الامتحان عملنا امتحان بعد منا بقصر العدل قدام قضاة ست قضاة حلفنا يمين المسلم على قرآنه والمسيحي على انجيله رحنا استلمنا المراسيم وأخذنا وظائفنا هلا كيف عم بتصير هيك كانت الإدارة هلا كيف هلا عم بتصير بالتعاقد بالتعاقد وبالواسطات هلا نحنا بعمرنا معرفنا الواسطة أبدا أبدا جوزي لما استلم مركزه بوزارة التربية دكتور عماد الأمين اللي عم نحكي عنه دكتور كلا نخبر هالشي كمان اي 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 انا يعني بالأساس اللي طرح قصة تكريمه يعني هني ديوان أهل القلم لأنه هو المؤسس للديوان عرفت ونحنا هلا معنا استطاعة ان نجيب مبدع من خارج لبنان لأنه نحنا عملنا كله بيقوم على الاسبونسورز وهالاسبونسورز اليوم ما فيهن يعطونا مصاري عرفت كيف فخلينا نشتغل على اللبناني اللي داخل الوطن فبلشنا بالموظفين نحنا وحنكمل حنكمل بكل موظف ايدمي قدى البلد خدمات جلة شو الخدمات الجلة اللي قدمها للوطن دكتور عيناد الأمين لا قل لك أول شي كان بابه مفتوح لكل الناس بعمره ما سكر بابه رغم أن السكرتير برا وعنده 12 موظف كانوا تحت ايده بعمره ما سكر بابه وتاني شي بعدين كان يقول دايما الوظيفة تكليف وليس التشريف ودايما كان يقل للسكرتير اللي عنده يقل لفتح الباب وأي طالب معاملي كانوا الأطبة المانتسين طلاب الشهادات المعادلات من برا تيجي كلها والمعادلات كان في زخم عليها غريب الشكل يعني اليوم قسموها لست سبع دوائر المعادلات كانت وقتها بديك تمضي بالتالي كانت وقتها مصلحة وحدة مصلحة وحدة يعني إدارة وحدة هلأ دكتورة سارو الألمين بك تفوتها عاية إدارة عامة خاصة بالدولة بك تمضي امضاء بالأول امضاء بالتامن امضاء تالت بالخامس بترجع امضاء سادس بالتاني وتلوه نزول على هالتواب صحيح صحيح عمادل الأمين لا ما كان هيك كان وقت امتحانات الكولوكيوم بتعرف امتحانات الكولوكيوم شغلة مهمة كتير دقيقة دقيقة أول شي الجامعات مندوب عن الأماركية مندوب عن اليسوعية مندوب عن وزارة الصحة كلهم بدون يحطوا الأسئلة بدون يجوا بمواكبة أمنية كلها الزرف مختوم يعني ما يتسرب ولا ولا أبدا ما يصير ولا خلل حافظ على هالشي خلال الأحداث كلها كان يتنقل عماد من منطق لمنطق طلبوا رئيس الجمهورية مرة ليش؟ لأنه صاروا طلابنا كلهم راحوا لبرة الأهالي حملت ولدها ودهرت مثل ما عم بيصير طيب هايدي عم بتعلم ولدها ما عادوا هالولاد اللي أخدوا شهادات برة شروط المعادلات تنطبق عليهم طيب عمال تفكر إنه بيتركن لا ما بيتركن صار شو يعمل صار يغيروا الأوانين يتصل بلويس أبو شرف رئيس مسؤول التربية بمجلس النواب ينزل عنده بيدبابة الجيش يغيروا الآنون المعادلات إنه بدل ما يكون مع ثلاث سنين إقامة البي وعملوا وشغلوا يغيروا ويمددوا لحتى تخلص الحرب الأهلية عرفت كيف يطلع لعند طلبه رئيس الجمهورية مرة طلع لعند الرئيس ساركيس كمان بيدبابة الجيش فالمهم عمال الأمين يعني يخترق شو بدي أقول لك حواجز مهم كتير وكان لكل لبنان لكل لبنان اشتغل ما اشتغل بطائفية ولا اشتغل ب أنا أنا ابنها الطائفة لازم اشتغل لطايفتي أبدا أبدا اشتغل بوطنية سيتي قال له قال له الوطنيين اي 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 قال له حقيقة بدي انسيك ليش كانت جمعية التخصص والتوجيه العلمي مشاركة لقلكون بهذا التكريب شو كان دورة عماد من مؤسسينا عماد من مؤسسينا وبعدين جمعية التخصص والتوجيه العلمي جمعية كمان عم بتقوم بمهام كتير مهمة ان عم هالشباب اللي مش قادرين يكفوا تخصصهم عم تدعمهم ماديا لحتى يتخصصوا يعني بتكفل الطالب من وقت اللي بيتخرج من الثانوي لحين ما بيتخرج وكمان منة طائفية يعني هيك اليوم كنت انا بحفل تخرج عاملين حفلة للطلاب المتخرجين كان المسيحي والمسلم والدرزي كانوا كلش كلهم واهاليهم موجودين وهيدي عظمة لبنان هيدي عظمة لبنان حقيقة يعني اللي عم تعملوه يمثل يمثل لبنان الحلو لبنان التعايش اللي بنحكي عنه ومش كتير عم نعيشه ليك انا بكره كلمة تعايش نحنا ابدا مش مش متعايشين مع بعضنا نحنا شعب واحد نحنا شعب واحد هلأ جسمك اللي انت فيه اليد لحلو الاجر لحلو والهايدا شو هالحكي نحنا جسم متكامل كلمة العيش المشترك وتعايش انا بكرهها علسان السياسيين بيرددوها بشكل دائم يا عمي عايب وهنها بفرق يعني هنه هنه اللي اخترعوها هنه اللي اخترعوها عايب اختراع هالجملة هاي كلنا لبنانية نحنا اذا منتذكر الزمن القديم كيف كان كان الرئيس شمعون كان بير جميل كان الرئيس كامل الاسعد كان فيه زعامات بالجنوب بيت عسيران بيت الخليل بيت الاسعد كان عند الموارنة بيت الجميل بيت شمعون يعني كانت كانت عنا زعامات متعددة وقت مصلحة لبنان كلهم يصبوا يعني يتناقضوا يتناقضوا بالرأي ولكن وقت مصلحة لبنان يصبوا كلهم بمصلحة لبنان وبنوا لبنان بخمسة وعشرين سنة من الاستقلال صار سويسرا الشرق بلدنا كان اي كان كان بقولوا بقولوا زمن الاقطاع شو هو زمن الاقطاع انا بستغرب كيف زمن الاقطاع ما هولي بنوا الوطن هولي هولي بنوا الاستقلال وبنوا الوطن خمسة وعشرين سنة من وقت الاستقلال لوقت الحرب الأهلي مسؤولين الحاليين هدموا لبنان هدموا للأسف إدي أهمية ديوان مثل ديوان أهل الألم إدي أهمية وجوده بظل كل شيء عم يصير بالبلد إدي أهمية وجوده ليعطي إيميل للمثقفين ليعطي أدر المتعلمين بشكل عام ليدعم السقافي والأدب والشعر والإشياء الحلوة إدي أهميته نحن بدي أقول لك أنا كثير صعب أحكي عن حالي عن ديوان أهل القلم أنا بسمع أراء الناس اللي عم بتطالبني وتقول لي يا سلوى كنتوا عاملين بالبلد حالي متميزي وهالحالي لما نروع على أسر الأونسكو بساعة 1500 شخص القاعة أحدهم كتب إنه ما بيعبي أسر الأونسكو إلا أتنين سلوى الأمين وحزب الله تخيل تخيل يعني فالمهم كتبها بالأنوار وكتبها بالنهار وكتبها ما بعرف بكم جريدي وبعض المقال عندي أنا ما احتفظة فيه قال شو هالعظمي لهالديوان اللي عم يجيب هالشخصيات لي نحن ما منعرفون نحن جبنا كذا شخصي عالمي لبناني برزوا بالأماكن بالدول اللي هن فيها برزوا وعملوا حالي حالة يعني شو بدي إبداع رهيبة نعم فاليوم ديوان أهل القلم نحن الناس عم بتطالبنا نستعيدوا نشاطكم هلأ استعدتوا استعدنا هلأ عن الاحتفال اللي صار للاستاذ عماد الأمين هيك تلعطيه حقه قبل ما يخدرنا الوقت أول شي الاحتفال اللي صار كان احتفال يعني حاضرينه إذا بقل لك القاعة مسيعة ناس كان فيها وزراء ونوات هلأ أنا هوني شخصيات اجتماعية وسياسية صحيح صحيح كان فيها نخب نخب حتى الوزراء اللي كانوا كانوا نخب يعني كان فوزي صلو كان أيوب حميد كان كان حاكم الليونز علامة كان مفتي ترابلوس الشعار يعني كانت كان رفيق شلالة كان أمين عام مجلس النواب كان من كل الطوائف الاحتفال كان غازل عريدي كمان كل الطوائف كل الطوائف اجت على تكريم عمادة الأمين فهيدي هيدي بيدرة يعني بتدلك قديش هالشخص يعني هول كلهم اجوا احتراما لهالشخص لا لا عماد ليش احتراما لأنه لأنه لما كان بوظيفته طلعا نضيف الكف لا استغنى من الوظيفة وكان يقل لي الوظيفة تكليف مش تشريف وكان يقول لي انا عم عمر بنايات انا شو البنايات اللي عم اتعمروني يقول لي ولادي انه ولاده عنده ولدين يعني شابين مصطفى ومهند مهند مهندس من كبار المهندسين اللي عمل فردان اللي عمل فردان سبعمية وثلاثين وهو اللي فتح شارع فردان واللي عمل كامبانسكي سامرلان تحت ايده اربعين مهندس وكان يشتغل بالسعودية وهلأ بيشتغل بالامارات وكرمته الجامعة الاماركية على اليوبيل خمسة وعشرين فهولي ولاده اللي ربيهن اللي ربيهن وهي داك عالم بامريكا بواشنطن مسبت على وايح العلماء لما ايجا لهون على تكريم بي وياس اخذ اذن اخذ اذن للدولة الاماركية لانه ممنوع على العلماء انهم يظهروا ساعة اللي بدهم ممنوع التمييز ويراتي بعيدتهم ايه فالمهم انا عم بحكي عنهم لقلك انه بالفعل بنيات بالفعل اهم من بنيات اساس نتين يعني اليوم نحنا بهالازمة هاي دي اللي عايشينا وبازمة المعاشات اللي هبطت كلها يعني هن اللي معايشينا هن اللي عم بيحولونا وقال له شو كانت داقة الدنيا فينا بينما غير موظفين بتلاقيهن البنايات القصور الفيلال شو بدي قلك يعني ما انت بتعرف هالشي عماد الامين معمر بيت ببلده معمر بعده بيت بيه بيت بيه هو بيت العائل علما شو هي الثروة الحقيقية بتنفسية مين لا يحضروا الاحتفال ما بتصدق عن جد ما بتصدق كان فيه تير خطباء اللي كانت محافظة وحدة كان فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى غالب غانم يعني اللي كان رئيس مجلس شورة الدولي واللي كان رئيس مجلس القضاء الاعلى ومعروف بنزهته وبقيمه يعني نحنا نحنا نحتاج لها هؤلاء القضاء وكان فيه كمان الوزير المثقف محمد المشنوق محمد المشنوق ابن عبد الله المشنوق اللي كان عنده جريدي واللي كان يعني طالع من بيت من عيلي من بيت فيه كله ثقافي وعلم ووطنية فالمهم كان فيه السيد كمان حكى كلمة العائلة السيد حسن الأمين السيد محسن الأمين اللي جده السيد محسن الأمين وجده السيد علي محمود الأمين فمهم محكة عن الجمعية التخصص والتوجيه العلمي واصف شرارة وقدار الاحتفال عماد الشرارة عماد أديب ومثقف يعني من الجنوبيين المثقفين عائلة بالتشرارة كمان معروفة دكتورة والشاعر والأديب السلواء الأمين كتير مبسطنا نحن بهذا اللقاء اللي كله ثقافي وقدر خلصنا ايه شفت هل لديك مشوار على الجنوب اليوم ايه اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان الله يخلي نحن رح نضل نواكب دوين أهل الألم بكل بكل نشاطات ونسقافي لأنه وينشاف الحال فيها شكرا شكرا للكن ولإزاعة لبنان وشكرا لكل صوت لبنان ولكل القيمين على هالإزاعة العريقة يا هلا فيك الله يخلي شكرا كتير لكل اللي تابعونا أنا أوندري داغر وكل فريق العمل منواجه لكون قطية بالتحيات حتى نلتقى من جديد عبر صوت لبنان نبضلوا بخير شكرا للمشاهدة